تعدد الوسطاء والحل واحد اتفاق ملزم وشامل بشأن سد النهضة الاثيوبي وعملية ملئه وتشغيله رئيس الاتحاد الافريقي والمبعوث الامريكي لمنطقة القرن الافريقي يقومان بجولة تتضمن الدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان واثيوبيا تكاد المواقف تكون ثابتة إصرار مصري سوداني على اتفاق شامل ملزم قبل الملء الثاني بينما لا ترى إثيوبيا سوى الملء الثاني فقط وتريد اتفاقا يخص هذه النقطة فحسب في ظل موقف معقد كهذا هل تفلح جهود الوسطاء في إيجاد الحل؟ ضيوفنا الليلة في هذا الحوار من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشا من الخرطوم الكاتب والبحث السياسي عمار عوض ومن أديسابابا الكاتب والبحث السياسي موسى شيخو أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار لكن قبل ما نبدأ الحوار دعونا نستمع للتطور الأبرز على خط أزمة سد النهضة موقف للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أكد خلاله اقتراح بلاده توقيع اتفاق بشأن عملية الملء الثاني للسد فقط نستمع ونعود وخلال المفاوضات الفنية والقانونية التي تتم تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي اقترحنا توقيع اتفاق حول ملء السد وحول طريقته مع دولتي المصب مصر والسودان وقدمنا العديد من المقترحات إلى السودان الذي أصبحت لديه كل المعلومات حول ما نقوم به نعود إلى ضيوفنا لنناقش هذا التطور واعتد أن أستوضح هذه المواقف الإثيوبية من ضيفي الأستاذ موسى شيخه أهلا بك مجددا إلى هذا الحوار أستاذ موسى ما الذي يدفع إثيوبيا لإقتراح هذا الاتفاق المتعلق بعملية الملء الثاني فقط يعني كنا نتابع طوال هذه الفترة مساعي التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل من قبل الأطراف الثلاثة ما الذي حصل الآن حتى تطلب إثيوبيا هذه النقطة فقط الآن؟ نعم مرحبا بك وبمشاهديك وبضيفك الكرام مرة أخرى أهلا وسهلا نعم أثيوبيا يعني في كل محادثاتها أو في كل خطواتها تتقدم باقتراح جديد وكله اقتراح إيجابي ففي مفاوضات كنشاسة هي قدمت اقتراحات تم الرفض والآن حرصا منها على الوصول للاتفاق إثيوبيا تعرض أن يكون الاتفاق جزئيا لأن الدول المتفاوضة الدولتان المتفاوضتان مصر والسودان ركز على الملء الثاني وتحدث عنه ومن أجله أثار الضجة فإثيوبيا تقول لهم ما دام أنتم تركزون على عملية الملء الثاني رغم أنه لا يوجد هناك خلاف حوله في المفاوضات خلونا نوقع عليه اتفاق لأنه لا توجد مشكلة في الملء الثاني والملء الثاني هو موجود في اتفاقية إعلان المبادئ وتم التباحث والتوافق حول باقي توقيع اتفاق ما دام أن المشكلة هي الملء الثاني الملء الثاني تحدثت عن وزيرة الخارجية السودانية أنه مهدد للأمن القومي السوداني وكذلك مصر تحدثت عنه بأنه مسألة أمن قومي ما دام أنتم ترفعون السقف مع الملء الثاني إلى هذه الدرجة خلونا نتفادى هذه المشكلة ماذا عن النقاط الأخرى أستاذ موسى إذا كان الاتفاق يصب فقط في مسألة الملء الثاني ماذا عن النقاط الأخرى التي يجب الاتفاق عليها أيضا لماذا الاتفاق فقط على عملية الملء الثاني هذا حرص من أثيوبيا على أن تساعد مصر والسودان للوصول إلى الاتفاق لضيق الوقت لأن مصر والسودان عملية الملء الثاني حدثت في العام الماضي فمصر والسودان صمت طوال العام بعدما اقترب الملء الثاني أثاروا هذه المشكلة وأوضحوا للرأي العام بأنه مشكلة أمن قومي فالوصول لاتفاق شامل الوقت ضيق فأثيوبيا تقول لهم خلونا نسوي هذه الاتفاقية اتفاقية مرحلية ليس فقط يعني لا تنهي الاتفاقية عند الملء الثاني لكنها تكون مرحلية يتم الاتفاق حول الملء الثاني ثم تتواصل المفاوضات حتى تكون هناك اتفاقية شاملة هذا حرص هذا ما أردت أن أسمع منك أستاذ موسى أنه هذه النقطة أو هذا الاتفاق لا ينهي الاتفاق حول النقاط الأخرى وبهذه النقطة سأذهب إلى الأستاذ عمار عوض من الخرطوم أهلا بك أستاذ عمار معنا في هذا الحوار الليلة على ما تركز المخاوف السودانية في هذا الإطار إن كان هذا الاتفاق حول عملية الملء الثاني جزء لا يتجزأ من نقاط أخرى ستثار لاحقا وتقول أدي سبابا أن كل المعلومات التي تريدها السودان تم تقديمها من الجانب الإثيوبي أين تركز المخاوف إذن؟ صديقنا موسى الشيخ قام بعملية اختزال مخل بالمعنى العام السودان لا يعترض على مسألة الملء الثاني ولا الملء الثالث والسودان مقتنع بأن لأسيوبيا الحق في أن تقيم المنشآت المائية التي تريدها دون الإضرار بمصالح السودان السودان ما يطلبه ليس الملء الثاني ولا يسير ضجة كما يقول عن الملء الثاني السودان يقول أن عدم وجود اتفاق دولي ملزم يجعل أسيوبيا في أعلى النهر مهيمنة سياسيا على دول المصب لذلك السودان يريد اتفاق واضح المعالم يحتوي على كل النقاط الفنية ويحتوي على كيفية فض النزاعات وأن يكون لديه إلزامية وأن يكون هناك ضمانات دولية في هذا الاتفاق هذا هو ما يريده السودان ببساطة ولكن عندما تتحدث الآن إسيوبيا شقيقتنا إسيوبيا على أنها هي تريد اتفاق حول الملء الثاني لدينا حالة من عدم السقة في الشارع السوداني وفي الطبقة السياسية مع إسيوبيا نتيجة لأن هذه المفاوضات تطاولت لسنوات طويلة ولعلم وموسى يعلم وكل مشاهدين يعلمون والخبراء أن أسيوبيا نفسها تراجعت عن بعض النقاط التي كان تم الاتفاق حولها في السابق وأثر فأس أسيوبيا ما زال في يد السودان هذا عدم وجود السقة يتطلب من السودان أن يكون هناك طرفا دوليا في حال كان الأمر يتعلق باتفاق جزئي ثاني يتعلق بالملء الثاني أو باتفاق شامل لأن مطلب السودان على الدوام كان اتفاق دولي ملزم وليس غيره هذا كان مطلب صد عمار سأعود لنا التحدث عن هذه المساعي وعن هذه المحاولات الآن للتقدم على مسار هذه الأزمة لكن ما ذكرته وما تطلب به السودان كانت تطلب به أيضا مصر وأثيوبيا الكل كان يتحدث وكان يبحث عن اتفاق شامل ملزم ويضم كل النقاط الخلافية المعضلة الأساسية المعضلة الأساسية بالنسبة لنا كشعب السودان هنا مع شقائنا في أسيوبيا أو حتى مع شقائنا في دولة مصر هو اختزال هذه العملية بهذه الطريقة بأنها تتعلق فقط بالملء الثاني وأعطونا معلومات المعلومات نحن في السودان لا نريدها منها لا نريدها هبة لا بدنا نتأخر كثير على الأستاذ خالد أستاذ عمار سأعود وفي وجود ضمانات لأن هذه المعلومات عندما نطالب بها أن لا تكون هبة تجعلنا كل دول حوض نهر النيل الأزرق دول متساوية سياسيا ولا تهيمن دولة على أخرى وأي دولة تعرف واجباتها وحقوقها بالنسبة للمياه ويتيح لنا هذا الاتفاق الدولي حول المعلومات لحماية سودودنا نحن هنا نريد هبة من أسيوبيا نحن نريد اتفاق نرحب أيضا للأستاذ خالد عكاشا إلى هذا الحوار وعذرنا يعني أستاذ خالد أطلنا عليك قليلا ما أبعاد هذا الاقتراح الأسيوبي الجديد وما الذي تريده حقيقة إثيوبيا قبل ما نغوص فيه ما يدور الآن من مساعي إفريقية وأمريكية لإحداث خرق على خط هذه الأزمة تحياتي لحضرتك أستاذ شانتال وللضيوف الأعزاء من الخرطوم ومن أديسة بابا والسادة المشاهدين جميعا يعني هذا ما نتحدث عنه الآن هو وثيق الصلة بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تجري من الطرف الأمريكي ومن قبل الاتحاد الأفريقي أظن الأمر له علاقة ببعض من الضغوط التي مورست على أديسة بابا من قبل هذه الأطراف من أجل أن تحاول أن تحلح للأزمة وخاصة أننا على مسافة ما يقارب الستين يوم من تاريخ الملء الثاني وهذا هو ما جعل إثيوبيا تبدو وكأنها قد أخرجت فقرا من القبعة وإذا بها اليوم تخرج كي تقول بأنها صاحبة مقترح هذا المقترح تم رفضه في كنشاسة وتم رفضه من قبل ومن قبل إثيوبيا مسألة الحديث عن تأجيل الملء الثاني حتى يمكن الوصول إلى اتفاق شامل وملزم كما تتحدث الأطراف جميعها أو على الأقل مصر والسودان باعتبارهم دولتان لهم مصلحة مباشرة في توقيع اتفاق شامل تم رفضه من قبل إثيوبيا تماما مسألة تأجيل الملء الثاني اليوم الأمر ليس مقترحا أثيوبيا خالصا بقدر ما هو انصيع لبعض من الضغوط التي بدأت إثيوبيا تستشعر بأن هذا الأمر لن يمر ولن تسمح كل من السودان ولا مصر بالوصول إلى الملء الثاني وفرضه كأمر واقع كما جرى الأمر في الملء الأول هكذا تتحدث الدولتان واليوم نحن لسنا أمام مقترح أثيوبيا جديد بقدر ما هو كما ذكر شقيقي العزيز من الخرطوم شكل من أشكال اختزال الأزمة ووضعها في مسألة بعد انهاك الأطراف في مفاوضات ماراثونية لم تضع كما أشار الزميل العزيز من أثيوبيا لم تضع لا القاهرة ولا الخرطوم العام كاملا في ما بين الملء الأول والثاني بقدر ما انخرط في مفاوضات ماراثونية على كافة الأطراف وكانت تمنى بالفشل خاصة بعد تصلب الموقف الأثيوبي بل تحدثت جميعا أن هناك إفشال متعمد من الجانب الأثيوبي كي لا تصل مفاوضات إلى أي نتيجة مسألة تأجيل الملء الثاني كان مطروحا منذ اتفاق واشنطن في بداية العام الماضي ورفضات أثيوبيا رفضا كاملا وبدأت تناور منذ هذا التاريخ فأعتقد أننا اليوم أمام انصياع أثيوبيا لهذه الضغوط ومحاولة تصوير الأمر وكأنها قد خرجت بانفراجة زائفة للموقف وهو لا يحل المعضلات الأساسية والإشكاليات الحقيقية لهذه القضية من الملفت أن هذا الموقف أيضا يصدر بالتزامن مع تكثيف المساعي الأفريقية والأمريكية حتى في محاولة للوصول لحل لهذه الأزمة أستاذ موسى ما أهمية الجولة ليقوم بها رئيس الاتحاد الأفريقي والمبعوث الأمريكي أيضا لمنطقة القرن الأفريقي للدول الثلاث حاليا هل تكترث أثيوبيا لهذه المحاولات؟ كيف ستتعامل معها؟ الذي يجب أن يكترث الجهة التي تفشل المفاوضات والتي تشيطن أثيوبيا وتؤلم عليها دول الجوار وتشوه سمعة أثيوبيا في الإعلام هذه هي الجهة التي يجب أن تكترث أثيوبيا اكترثت وتقدمت بمقترحة على الأقل هل هو يلقى القبول أم من رفض هذا شيء آخر؟ لكن كل يوم جديد أثيوبيا تقدم وتتقدم وتضع الكرة في ملعب دولة السودان وأثيوبيا ومصر فضيعيني أقول لك السودان موقفه في قضية سد النهضة ليس موقفا مبدئيا هو موقف تكتيكي يعني تغير الموقف من الدعم والمساندة إلى المعارضة والتصعيد ضد وربط قضية سد النهضة بقضية الحدود والتصعيد في الخطاب وما إلى ذلك فقبل ثلاث شهور فقط كان السودان من أكبر الدعمين لهذه القضية فالذي يجب أن يكترث هو السودان والذي يجب أن يكترث ويقدم شيئا مما قدمته أثيوبيا هما الدولتان فكل يوم وكل مرة إثيوبيا تقدم فزميلايا يتحدثان عن اختزال الموضوع أنا لم أختزل الموضوع الذي اختزل الموضوع هما دولتان البلدين الكل يتحدث عن الملء الثاني فرغم أن لا يتحدث عن المفاوضات أو الاتفاق الشامل وإنما يتحدثون عن الجزئية التي اعتبرها الجزء المهم وهو أن أثيوبيا إذا ملأت الملء الثاني يعني انتهى الأمر هكذا يفكرون بهذه الطريقة فإثيوبيا لا تفكر بهذه الطريقة بفهم منك سيد موسى بفهم منك أن الطرفين يعني السودان ومصر هما يعني الطرفين المعرقلان إذا ما فهمت يعني بشكل صحيح عليك هذه الإجابة سأعود حتى أستفسر هذا الأمر بشكل أكبر لكن أستاذ عمار هذا ما كتبته يعني رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن هذه النقاط عظيم أستاذ عمار استمعت جيدا إلى ما يقول الأستاذ موسى اليوم نحن أمام مبادرات أو مبادرة أفريقية أعلن عنها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قالت أن الرئيس الكونغولي قدم هذه المبادرة بصفته الرئيس الحالي للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي خلينا نستمع إلى ما قالته تحديدا عن ما يخص هذه المبادرة تقدم الرئيس تشيسيكيدي بمبادرة بصفة رئيس الاتحاد الأفريقي وبالتالي هي قيد البحث بصورة أساسية من الجهات المختصة ولكن موقفنا نحن في السودان موقف واضح وموقف حقاني وموقف يقوم على مرجعية القانون الدولي وأيضا يقوم على مرجعيات قوانين واتفاقيات سابقة ما بين السودان والأثيوبيا وأيضا يقوم على إعلان المبادئ الذي تم توقعه في الخطوم في مارس 2015 إذن هذه المبادرة قيد البحث من الجانب السوداني أستاذ عمار هل السودان هي من تعرق للمبادرات؟ لا غير صحيح أولا صديقنا موسى ولكل المشاهدين السودان موقف مبدئي أكثر مبدئية من الكثيرين في هذا الملف هو يتحدث على أن من حق أثيوبيا وأنا أكرر أن تقيم منشآت ويرى أن في هذه المنشآت فائدة ولكن في ظل وجود اتفاق عدم وجود اتفاق ملزم يوضح ما لي وما علي يجعل هذه كل المكاسب عبارة عن نغمات الآن نحن نرحب بشكل كبير جدا بدور الاتحاد الأفريقي وتحركه وبدور الولايات المتحدة الأمريكية وحديثنا دائم أننا في السودان نريد أن يكون هناك ضمانات دولية ليس لأننا لا نسق في الاتحاد الأفريقي حاشا وكلا ولكن المراوقات الأسيوبية التي دارت في كل الفترات الماضية تلقي بظلال سالبة على متخز الغرار في السودان وتوجد ضغوط من الشعب السوداني بأن أسيوبيا تناور وتراوق أما ما يتحدثون حوله بأن الملء الثاني الملء الثاني هو نهاية الدنيا فعلا لأن الملء الثاني سيجعل صد النهضة عبارة عن أمر واقع لأنه سيبدأ إنتاج الكهرباء ثم بعد أن تبدأ إنتاج الكهرباء على ما زالت تفاوت بعدها لذلك نحن نرى في السودان أن هذه الفترة كافية كافية جدا هذين الشهرين للوصول إلى اتفاق أو على أغل تقدير إطار للاتفاق النهائي لأننا نخشى من المراوقات أن يكون هذا الإطار بوجود خبراء دوليين ونحن الآن نسمع من الاتحاد الأفريقي بأنه سيكون هناك دور دولي وهي مطلوبات للسودان لأن السودان يريد حلول ولكن نحن الآن منفتحين على هذه المبادرة ويدرسها السودان مع شركائه الجدد أو الشركاء الغدامة إذا كان في مصر أو مع مكونات الشعب السوداني بطبيعة الحال أستاذ عمار لا يختلف هذا الكلام أيضا عن الموقف المصري نحن دعيني أوضح هذه المبادرة طيب خليك معي أستاذ موسى أستاذ موسى خليك معنا سأعود إليك حتى يعني أعطيك حق الرد تفضل أستاذ عمار سريعا لو سمحت لأنه يعني أستاذ خالد ما طلع له حكي بالحوار نحن نريد الوجود الدولي في أي مفاوضات قادمة وأن يكون شاهد أو ضامن لكل هذه الأمور المتعلقة حتى النقاط التي تراجعت فيها أثيوبيا حتى لا نضيع زمن كثير أثيوبيا تراجعت عن كمية المياه التي ستأتي في فترة الجفاف كمية المياه التي ستأتي في الفترات الرطبة إلزامية الاتفاق الدولي وكيف يمكن أن يكون اتفاق دولي نحن نرحب بدور الاتحاد الأفريقي ولكن في وجود خبراء دوليين وسطاء يوضحوا لنا إطار وشكل الاتفاق والنقاطة التي تراجعت عنها أثيوبيا ثم بعد ذلك نحن مفتحون على أي شيء إن كان هو أيضا كنت أود أن أشير إلى موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللي استقبل أيضا الرئيس الكونغولي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي يقول السيسي أيضا في هذا الإطار إن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي ومن الضروري التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود يضيف الرئيس المصري أن مصر تدعم الجهود أيضا في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية والشركاء الدوليين هذا تماما ما أشار إليه أستاذ عماري الآن بما يخص الموقف السوداني أستاذ خالد ما الحل الذي يقبل به الأطراف الثلاثة أعتقد أن الحل الواجب الآن اعتماده وخروجه إلى النور هو التأجيل الكامل للملء الثاني من أجل انخراط الدول الثلاث تحت مرجعيات توافقنا عليها في كنشاسة تقدمت بها السودان ووافقت القاهرة عليها باعتبار أن مظلة الاتحاد الأفريقي مرحب بها بشكل كبير والرئيس الكونغولي قيادة سياسية محل ثقة من قبل كافة الدول الأفريقية مع ضرورة إشراك الأطراف الدولية كي تكون راعية لإنتاج اتفاق شامل لا يصح ولن يكون مقبولا لدى مصر على الأقل وأظن السودان أيضا أن ندخل فيه اتفاقيات جزئية محدودة تتسم بالمناورات التكتيكية بأكثر مما هي تسعى إلى الحل نحن نعلم تماما أن جانب من المقترح الأثيوبي الذي خرج على حين غفلة الآن أنه له علاقة بأن التقنيات الفنية لسد النهضة أفصحت بأنها لن تتمكن على المستوى الفني من تخزين 13.5 مليار كما كانت تخطط إثيوبيا فربما كان هذا المقترح نظرا لهذا القصور الفني الذي اتضح أمام القيادات الأثيوبية وجعلها تدخل إلى هذا المقترح أو تنتجه كي تختبئ خلفه أو كي تغطي به عورة الفجوات الفنية التي يتعرض لها مشروع سد النهضة أيضا مسألة الضغوط الدولية التي بدأت تمارس على أديسة بابا على خلفية اتهامات بالتطهير العرقي واستخدام السلاح والانتهاكات الإنسانية والحروب الأهلية الدائرة في إثيوبيا تجعل القاهرة شديدة القلق من أن يكون عدم الاستقرار يجري استغلال قضية سد النهضة باعتباره نوعا من أنواع الهروب للأمام والهروب من الأمر الواقع والهروب من المسألة الدولية التي قد تلاحق القيادات الأثيوبية في هذه المرحلة فتضع قضية سد النهضة كستار يمكن الاختباء خلفه وإخفاء ما جرى خلال الشهور الماضية على الأراضي الأثيوبية في الداخل طيب أسد موسى قبل ما ينتهي وقتنا هذه سباب تتمسك منذ البداية بالرعاية الإفريقية من الواضح اليوم بعد هذه الزيارة الرئيس الكونغولي إلى السودان وبعدها إلى مصر أنه يشيد بهذا الجهد الكبير لتبدل مصر والسودان سعيا للتوصل للحل هل الجانب الأثيوبي سنراه أيضا يقبل أو يلتزم بالمبادرة الإفريقية لأراضها منذ البداية؟ دعيني أستدرك على أستاذ عمار يقول فيه الملء الثاني نهاية الدنيا وأن أثيوبيا تنتج الكهرباء هذا اعتراف ضمني بأن سد النهضة لا يستخدم في غير الكهرباء ومفروض أن يقول مبروك لأثيوبيا أنها تنتج الكهرباء والكهرباء هذا يستفيد منه السودان وكذلك أثيوبيا وكذلك مصر إذا أرادت لكنه في الوقت نفسه أدالي الهيمنة السياسية يا موسى ثم أثيوبيا مرحبا سيتحول إلى أدالي الهيمنة السياسية الأمر لا يتعلق بلكم رباء سيتحول لأدالي الهيمنة السياسية أين نهيمن يا أستاذ عمار؟ أنتم أكبر من تستفيدون من هذا السد هذا وجود اتفاق يحول أثيوبيا إلى دولة مهيمنة الثروة الزراعية والسمكية وأثيوبيا تدعو إلى الاتفاق حتى الآن قبل ساعات يعني هذا يعني أستاذ موسى يعني أنت تقولها صراحة الآن اسمح لي أستاذ موسى حتى لا يكون الحوار بينك وبين الأستاذ عمار فقط أنت تقولها الآن صراحة أن أثيوبيا تريد أيضا الاتفاق وبالتالي كان سؤالي اليوم في مبادرة أفريقية في مساع برعاية أفريقية أرادتها أثيوبيا منذ اليوم الأول ورفضت كل الوساطات الخارجية هل سنراها تلتزم بها الآن؟ نعم لا مشكلة لدى أثيوبيا في الترحيب بالمبادرة لكن في نفس الوقت أثيوبيا لا تقدر أن تؤجل الملء الثاني كما يتمناه البعض في السودان ومصر فهذا قرار لا رجعت عنه حتى في كلام المتحدث باسم الوزارة القارجية الأثيوبيا نفس الكلام موجود فالملء الثاني يعتبر حتما لأسباب اقتصادية ولأسباب أيضا سياسية داخلية فأثيوبيا تعلن أن السد وصل إلى 79% فالإيقاف في مثل هذا الوقت الحساس يعتبر الصدمة ليس للحكومة لا علاقة له بالحكومة صدمة للمواطنين الأثيوبيين الذين مولوا هذا السد من عرق جميلهم وأن ما يزار من الهيمنة وبيع المياه هذه ليست تجابة على الشعار أستاذ خالد أنا رح أحاول طيب أستاذ موسى أنا فهمت منك تماما الآن أنه إثيوبيا مستمرة بملئها الثاني هذه المسألة التي اعتبرها الأستاذ خالد قبل قليل تشكل الحل الأنسب للدول الثلاث على ما يبدو إثيوبيا ستتمسك بخطوتها أحدية الجانب سأعود إليك أستاذ خالد حتى تعطيني رأيك بالموضوع لكن أستاذ عمار وزيرة الخارجية السودانية أيضا في كلامها أشارت إلى هذه النقطة بالذات أشارت إلى رفض السودان الكامل لأي خطوة أحدية تتخذها أديس بابا وتؤثر بشكل سلبي على السودان ومصر نستمع إليها ونعود نحن نعلم تماما الفوائد الكبيرة التي سيجنيها السودان من هذا السد وكذلك تجنيه إثيوبيا ومصر ولكن هذه الفوائد لا تكون إلا بوجود اتفاق قانوني وملزم ويشمل مسألة الملء ومرأله ويشمل التشغيل بصورة تفصيلية هذا هو موقف السودان والذي يسعى فيه رفضنا ونرفض جدا التصرفات الأحادية خاصة التي تمت في العام الماضي وأثرت على السودان سلبا بصورة كبيرة وبالتالي نرفض تماما أن يكون هناك أي موضي في ملء ثاني متوقع في يولو القادم وبالفعل شرعت إثيوبيا فيه هذا مرفوض الأمر مرفوض تماما من قبل الجانب السوداني أستاذ عمار ما السيناريوهات المتبقية في حال تصلب الموقف الإثيوبي والإصرار على عملية الملء الثاني ما الذي نقبل عليه؟ ليس هناك من طريق لأثيوبيا لأن تتصلب في الآراء ونحن الآن نرى سمرت جهود السودان مع أصدقائه الجدد في هذا العالم وهذه الضغوط التي مورست على إثيوبيا الآن نحن نستمع هناك دعيني أقول بشكل على عجالة الآن مبادرة الاتحاد الأفريقي لديها عدد من الآراء تتوافق مع ما يطلبه السودان ولكن أيضا تحوي محاذير ما يريده السودان هو دائما أن يكون هناك اتفاق وهذا الاتفاق في وجود دولي وأن تعطى البيانات للسودان وفق ضمانات دولية هذه الأمور أعتقد أنها وفق المعلومات المتداولة في الخرطوم الآن أصبحت في متناول يد الخرطوم هناك في نفس الوقت مخاوف لدى القيادة السياسية ولدى الشعب السوداني فيما يتعلق بهذا الأمر نتيجة لعدم وجود السقة الكافية ولكن أيضا في نفس الوقت نحن نشكر أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية التصريحات الواضحة من السيناتر كريس كوينز حول سيادة السودان على أراضيه نحن أيضا في السودان نرحب جدا بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادرتها التي ترتكز على تكسيف وضع العلامات الحدودية نحن مشروعنا في السودان لا نريد أن نوقف عملية صد النهضة ولكن نحول صد النهضة لأداء للتعاون لأداء للشراكات الاستراتيجية في الخليج ومع الاتحاد الأوروبي في منطقة الفشقة ونستفيد من الكهرباء في النصف الدقيقة المتبقية هو انتهى وقت هذا اللقاء لكن حتى أعطي أيضا حق الرد للأستاذ خالد لا لا مش لألك أستاذ عمار أستاذ عمار نصف دقيقة سأعطيها الأستاذ خالد حتى ننهي معه هذا الحوار تبعات عدم التوصل أستاذ خالد لاتفاق شامل وملزم قبل عملية الملء الثاني أعتقد تبعات خطيرة لن يقبل بها المجتمع الدولي ولا الأطراف الإقليمية الموجودة في الإقليم ترى أن إثيوبيا تتلاعب بالألفاظ كما حاول الضيف من أديسة بابا أن يجيب على حضرتك هذه هي فلسفة إثيوبيا في الدخول للمفاوضات هي تقول نعم ومرحبا بمفاوضات أبدية وتفتح قوس بعد ولكن وتضع كل مواقفها الأحدية هذا الأمر كما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية رفضها لهذا الأمر رفضا كاملا هو مرفوض أيضا رفضا كاملا من القاهرة وكلتا الدولتين لديهما خيارات عديدة كي يوقف هذا العبس التفاوضي الذي لا سقف له المبادرة الإفريقية قد تحمل في طياتها بشائر للأمل ونقاط ضوء جديدة أعتقد مصر والسودان ستكونان متمسكتان بتطويرها كما قام بالفعل في كنشاسة وتبقى الكرة تختبر في الملعب الإثيوبي هل ستظل على أداءها التفاوضي أم لا هذا ما ستفسح عنه الأيام القادمة شكرا جزيلا لمدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأستاذ خالد عكاش على المشاركة من القاهرة الشكر موصول للي ضيفنا من أديسة بابا الكاتب والبحث السياسي موسى شيخو ومن الخرطوم نشكر الكاتب والبحث السياسي عمار عوض شكرا لكم جميعا